بحث وزير المياه والبياء المهندس توفيق الشرجبي مع وفد منظمة اليونسي برئاسة رئيس قسم المياه وصرف الصحي بالمكتب الرئيس للمنظمة دومينيك تحديد أولويات التدخلات الخاصة بالمشاريع التطويرية والتحسينية لقطاع المياه وصرف الصحي في اليمن وأناقش الاجتماع صير الأعمال التطويرية التي سيتمه تنفيذها خلال الفترة القادمة 2021-2022 وما تم إنجازه من مشاريع وأنشطة خلال الفترات الماضية وكيفية تعزيز العلاقة بين المنظمة والوزارة في تحسين قطاع المياه وصرف الصحي واعتماد الوزارة الخطط التنفيذية المقدمة من المنظمة حسب الاحتياجات الضرورية في كافة المحافظات وأكد الوزير الشرجبي على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء في تحسين وتطوير قطاع المياه وصرف الصحي في المحافظات اليمنية وتعزيز العلاقة مع المنظمات المانحة من جانبه استعرض وفد منظمة اليونسي فالخطط التحسينية للمشاريع التطويرية لقطاع المياه وصرف الصحي في مختلف المحافظات مؤكدا على أهمية التعاون المشترك وتعزيز مختلف أوجه الدعم للوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها في تنفيذ الخطط التطويرية وعرض أنشطة اليونسيف فيما يتعلق بقطاع المياه وصرف الصحي والتمويلات المتاحة للعام 2021 لضمان استدامة المشاريع وخدمة المواطنين بشكل رئيسي